زي ما قلت لحضراتكم هو مش هاشتاج واحد غير التناول الاعلامي الضخم في كل وسائل الاعلام الغربية والعربية والاقليمية والاسيوية الجميع كان يتابع منذ الصباح موقف او الحالة الخاصة بالملكة اليزابيث منذ ان بدت ملامح رحلها منذ صباح اليوم ولذلك المتابعة الحقيقة كانت لحظية على مدار اليوم بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي لو خدنا نموذج طبعا محرك البحث جوجل عليه كتير انما تويتر على سبيل المثال سواء بالاجنبي او بالعربي مجموعة من الهاشتاج الملكة ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث جسر لندن خلاص ده تويتر بالانجليش بقى تلاقوا كوين اليزابيث هتلاقوا هاشتاج ليزي ده هو اسم الدلع بتاع الملكة اليزابيث تغريدات كثيرة طبعا في البداية مع الاشارة صباحا انه الاطباء موجودين مع الملكة اليزابيث والحالة الصحية ليست في افضل حال بدأ البعض حول العالم يتمنى لها يعني الشفاء العاجل والسلامة قبل ان يعلن منذ ساعات خبر رحلها طب ايه قصة بقى هاشتاج جسر لندن والنسخة الانجليزية منه موجودة ايضا لندن بريتش دي تقدروا عليها تقولوا عليها الخطة المعدة سلفا لهذه اللحظة اللحظة التي سترحل فيها ملكة اليزابيث ازاي القصر الملكي هتصرف ايه الإجراءات بالضبط ودي هشرح لحضراتكم بالتفصيل بعد قليل